أمينة تعاني منذ طفولتها من شلل اندماغي وتقول إنها تتعرض للتنمر بسبب تعثرها في الحركة والكلام معاناة لم تدفعها للحزن والاستسلام بل مدتها بالقوة للتعبير عن نفسها من خلال الكتابة فأطلقت مجموعة قصصية موجهة للأطفال دوي الاحتياجات الخاصة بهدف دعمهم ومساعدتهم على تحقيق أحلامهم أنا أسألت الأطفال أن هما يؤمنوا في نفسهم أنا تتعرض للتنمر بسبب أعطي وفي دور الأطفال هنا اللي خلتني أن أؤمن في نفسي وأعطي أن أحامي أنا أسألت أن الوطن العربي والعالم على مدى أن هما يتقبلوا بعض أن هما يحبوا بعض فيما هما علي ذو العشرة أعوام عانى من الانطواء بسبب مشاكل في الحركة إلا أن كتابات أمينة التي تأثر بها والتي تقدم قصص نجاح حقيقية لأطفال من دوي الاحتياجات الخاصة ساعدته كما يقول والده وكانت عاملاً محسناً لصحته النفسية وعشان علي عنده كانت شواء تنطواء أو نظرت الناس لي بره يعني اللي هي العطفة حتى مش اللي هون بتنمروا عليه كانت الموضوع تتعبوا جداً فلما جاء قردتوا الكصص دي أو بس على الكصص بتعبت قبل أمينة ليت أنه في ناس شبهوا الناس بتنمروا عليهم بس لا بالعكس مش الأدام ورغم التشريعات والمبادرات التي تطلقها الدولة المصرية بهدف دعم وتمكين دوي الاحتياجات الخاصة إلا أنه بحسب خبراء لازالت هناك تحديات مجتمعية لم يتم التغلب عليها بعد طوعية المجتمع وتوجيه أنظر نحو هؤلاء الأشخاص ثانياً تدريب المهنيين اللي هم بيعملوا في هذا المجال ندربهم أكتر علشان يقدروا يوجهوا أو يعطوا الاستشارات الكافية لهؤلاء الأشخاص لازم تكون في طرق مهدة لازم يكون في مواصلات تناسب ووفق أحدث أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تبلغ نسبة دوي الاحتياجات الخاصة في مصر نحو 11% ترتفع بينها نسبة الإناث مقارنة بالذكور بنحو 1% قوانين وتشريعات لحفظ حقوق دوي الاحتياجات الخاصة تمثل تطوراً مثلياً لكنها لا تكفي وحدها لتحصيل حقوق هذه الشريحة ما لم تكن مصخوبة بتوعية أسرية ومجتمعية تسهل تطبيقها وتحويلها إلى واقع ملموس أميرة جدالة الحرة القاهرة